بعد مقاطعة استمرت ستة وعشرين يوما ووسط ارتفاع موجة الخلافات بين الإدارة الأمريكية ورئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامين نتنياهو أجر الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع نتنياهو ناقش فيه آخر التطورات بشأن الحرب الجارية على غزة وفق ما أعلن عن ذلك البيت الأبيض يأتي الاتصال بعد ساعات من تصريحات اللي نتنياهو أثارت جدلا وكشفت حجم الخلافات بين تل أبيب وواشنطن نتنياهو قال أمس إنه لن يتنازل عن سيطرة أمنية كاملة على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن وهذا يعني عمليا دفن فكرة الدولة الفلسطينية وفق أي حل المستقبلي في المقابل رد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن إنشاء دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لتوفير الأمن الدائم لإسرائيل إلى جانب إعادة الإعمار والحوكمة والأمن لقطاع غزة في الموازة ظهرت حركات أوروبية اللافتة إذ قال دبلوماسي أوروبي للحدث إن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيعرض على الوزراء العرب الإثنين المقبل اقتراحات للتوجه نحو حل الدولتين وضيفا أن استخدام وسائل الضغط الأوروبية ستكون ضمن أدوات الدفع نحو حل الدولتين ترجمة نانسي قنقر لمزيد من الإضاحات والتفاصيل حول الخطة الأوروبية المتعلقة والمرتبطة بحل الدولتين من بروكسل ورحب بمراسل الحدث الزميل نور الدين الفريد قبل أن ندخل في عنوين وملامح هذه الخطة إن توفرت لي نحاول أن نناقش الدباجة التي وفقها أعلنت أوروبا بعد صمت طويل ومواقف غير معهودة فيما يخص القضية الفلسطينية بعدما حدث في السابع من أكتوبر يعني تحتاج سياق التوقيت يمكن أن توضع هذه الخطة أو الإعلان عنها نعم سياق التوقيت لأن الزمن يضغط بشدة على الأطراب في كافة من أجل الخروج من المأزة إيجاد المخرج المناسب والمخرج المناسب هو وقف الحرب أولا والاتحاد الأوروبي معني هنا خاصة بالمساعدات الإنسانية لأن الولايات المتحدة تقريبا هي الطرف الوحيد الذي يضغط على إسرائيل والقادر على إقناع نتنياهو سواء كان بالوسائل الدبلوماسية أو بالضغط اللوجستي لوقف هذه الحرب الجارية ثم هناك جوانب قانونية مطروحة فيها على مستوى محاكمة الجنيات الدولية أو محكمة العدل الدولية التي ستصدر قراراتها ربما في غضون أيام من الآن هذا العنصر يضغط على الاتحاد الأوروبي على الدول العربية لأن ما يجري مثل ما قالت شخصيات عربية عدة في دافوس ما يجري في غزة حرب غزة تهدد بإشعال المنطقة الكاملة ونحن نرى ما يجري في البحر الأحمر أو في جنوب لبنان وكذلك في العراق إلى غير ذلك من هنا فهناك مبادرة كانت الدول العربية أطلقتها في الربيع الماضي مع الاتحاد الأوروبي لكن وأطلقت بشكل رسمي في نيويورك ثم تعطلت بسبب الحرب والوقت حان بالنسبة للدبلوماسية الأوروبية والعربية لإعداد هذه الخطة التي ستمكن المنطقة من وصوله إلى حل سياسيا دائما للنزاع بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي من هنا يوم الأثنين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون أولا مع وزير خارجية إسرائيل ثم بصفة منفصلة سيبحثون حول طاولة الغداء مع وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والأردن ومن عام جميع الدول العربية واعتبار الأربعة هم أعضاء لجنة المتابعة العربية وظهر يوم الأثنين يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع ثنائي مع وزير خارجية فلسطين لبحث كل ما يجري من تدعيات مستقبل أو محاولات الخروج من هذا المأزق والأفق النهائي وهو حل الدولتين وطبعا إصلاح شأن السلطة الوطنية الفلسطينية نعم نور الدين حينما تقول أوروبا أنها تمتلك أضوات الضغط والآن ربما بالتزامن مع هذا الإعلان الأوروبي نتنياهو حسم القضية وقال أنه امتداد وصولا إلى غرب نهر الأردن ما يعني نسف حل الدولتين نهائيا والذي تمتلكه أوروبا أكثر من واشنطن الحليفة المقربة الذي لم يستطع إقناع نتنياهو إذا سمحت سعد الدين دعنا لحظات نتوقف عندما سيقترحه جوزيا بوريل على الجانب العربي وتمت المشاورة سواء كان مع الدول الأعضاء 27 وكذلك مع الدول العربية الهدف من هذه الخطة هو الوصول في أقرب وقت ممكن يعني مسألة أشهر إلى حل سياسي دائم يقوم على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمان أمن إسرائيل والتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل يجب أن لا نخاف من كلمة التطبيع سعد الدين اسمحني لأن هذه المسألة وهذا المصطلح ورد في مبادرة السلام العربية في العام 2002 والتي تقترح على إسرائيل الأرض مقابل السلام لكن إسرائيل أخذت الأرض ولم تعطي السلام منذ ذلك الحين الآن كيف يمكن الوصول إلى هذا حسب المقترح الأوروبية الذي سيعرضه جوزيا بوريل على الجانبين العربي والإسرائيلي ولكن بصفة منفصلة في اجتماعين منفصلين الاقتراح هو أن يُعقد أن يتم السير نحو عقد مؤتمر للسلام بين الأطراف المعنية بحضور الأطراف العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وربما أطراف أخرى خاصة الدول المانحة الكبيرة هذا أولا ثانيا أن يتم الاعداد في هذه المرحلة لخطة سلام إقليمية شاملة يعني ذلك التعاون القليمي كافة سلات التعاون التي تم الحديث عنها في بداية التسعينيات ولكن يتم تحديثها الآن وتحيينها الآن وفق حاجيات المنطقة وثالثا وهنا سأجيب على سؤالك أن الخطة ستقتضي أيضا الحوافز وأدوات الضغط على الأطراف التي تمتنع أو تتنكر للمبادئ والقانون الدولي هنا في هذه المرحلة الاتحاد الأوروبي طبعا يصعب عليه أن يهدد باتخاذ عقوبات ضد إسرائيل لأن الوزراء الإسرائيليين يتحدثون فقط عن ما يجري فيه كل يوم في الميدان لكن الاتحاد الأوروبي أوضح اليوم من أن خطته تتضمن حوافزة لتشجيع السلام وأدوات الضغط اللازمة التي تستخدموا يمكن أن تستخدم هنا نعم الاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات ضغط فاعلة ضد أي من الأطراف القليمية وأولها إسرائيل لأن الاتحاد الأوروبي يمثل السوق الرئيسية للمنتجات الإسرائيلية وأن الاتحاد الأوروبي يمثل المصر الرئيس للإسرائيل وهذه أدوات الضغط الفاعلة ربما يسلوا الاتحاد الأوروبي يوم ما أنا أشكرك من بروكس المراسل الحدث نور الدين الفردي على كل هذه التفاصيل والمعلومات